احنا دلوقتي لان اهم نتناقش يعني في الفاصل فكان بيقول لي مش عايزين ننسى الناس ايوه اللي بيقولوا لا لا ما تخفيش ربك رب قلوب صحيح معلش يعني هو كل الكلام اللي انتو بتقولوه ده في كل البرامر يا جماعة ده في القرآن الكريم انتو مفسرينه غلط ويقال كده صحيح انه هنروح للاخر دي الاخر دي راحة طيب ما احنا عارفين يا خلي يعني هما انا عند ظن عبدي فخلاص يعني فانا بظن بربنا ان شاء الله يغفر لي كل حاجة طب عملت ايه عشان يغفر لك كل حاجة ما احنا بنعمل بس ما بنقولش انتو بقى بتعودوا تقولوا يعني كلام كده طيب ماشي خلينا يعني احنا بس هنفسر وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يقابلها في الاحاديث الحديث الشريف اللي حضرتك ذكرته اللي هو واعلم ان الامة لو اجتمعت ان يضروك بشيء وده الاشكالية اللي الناس طب تتكلمنا فيها انه فلان عملت لي عمل وفلان اوقف حالي وانا مش عارف اتجوز وانا مش عارف اتعالج وكل الامرات جات لي بسبب اعمال طب ما هو سبحانه وتعالى مش حدش في الدنيا يقدر يضرنا خير بعلم ربنا سبحانه وتعالى وباذن الله سبحانه وتعالى وذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في مسألة بقى الاعمال والسحة قال وما هم بضرين به من احدين الا باذن الله فربنا اذن فممكن ربنا ما يأذنش احنا كم مرة بنشوف من الناس ان هم عاوزين يضروا شخص معين واكتمعوا الناس ان هم يضروا شخص ويجعل الله سبحانه وتعالى في ضرهم النفع له دي كتيرا لصدقه ولفسادهم هم فسده وعاوزين يضره بس ربنا ما اذنش ان هم يضره فيجعل الضرر بتاعهم سبب في ايه في نفعه شو في الجمال بتاع ربنا سبحانه وتعالى فربنا عاوز يبين العكس بقى الناس كلها عاوزة فكر حضرتي قصة الطفل ريان بتاع المغرب طبعا كل تأثر بس ربنا ما اذنش الحتة دي مهمة يعني ايه اجتمعت الامة على ان ينفعوك لم ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لك رزقك هتاخدو ربنا كتبه لك هتاخدو كل الامهات في العالم كانوا بيدعوا طب هو ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش فكر بقى حضرتك فكرة استجابة الدعاء هو استجاب بشكل اخر صحيح استجاب بصورة الاخر اه اه يعني هو احنا كلنا متعلقين ان الولد يخرج سليم او يخرج ويتعالج او يخرج ويجبر او اه 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 كده سبحانه وتعالى عمل الصالح للولد والصالح واحنا مش عارفين الحكمة ويقفنا عند سقف مش عارفين نتخطى خلاص صحيح ولذلك الحكمة قد لا يدركها الانسان فمش هيبقى قدامه الا ايه الا التسليم بعد فترة هيبلك حتى لو لم تبقى ما بانتش في الدنيا حتى لو ما بانتش في الدنيا بس الفكرة مبنىها على التسليم والاعتقاد واذاك انا بقول للناس الاخت اللي هي بتظن ان جارتي عملالي عمل ومش عارف ايه رشالي مية علشانة زهنة وكذا يعني طب انا سأجي سؤال لو ربنا كاتب لك الدرر من غير الشيء دوت هيحصل هيحصل صح طب لو ربنا كاتب لك النفع مهما اجتمعوا على انهم يضروكي مش هيدروكي اصلا والعكس يبقى اذا النافع في الحقيقة مين هو الله والضر في الحقيقة مين هو الله فسلم امرك بقى لله هو سبحانه وتعالى من اسمائه الحسنة النافع والضار النافع والضار طيب في حاجة بقى جميلة كان سيدنا الامام علي كرم الله وجهه ويقولها دوما يقول ايه والناس من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض شفت الانسان لما بيمرض بسبب اوهامه كان علماء النفس بيقولوا ان معظم 90% من المرضى النفسيين بسبب الخوف وان هي اوهام يعني ايه يعني حضرتك 90% من المرضى اوهام يا استاذنا طيب امال ايه انا عند اظن عبدي بيه جميل هنا بقى ندخل للدائرة التانية احسنت العمل صح كده فظن بالله خيرا لم تحسن العمل هتنتظر ايه هظن بالله خيرا هظن بالله خير برضك بس هنا بقى فيه قضية الجماعة اللي احنا قولنا بقى ما ننساش نتكلم عنه الجماعة بتقول اباحة المعاصي وفي الاخر ربنا غفور رحيم وانتو ناس متشددين ووحشين ومتطرفين طيب ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون يعني ايه يلههم الامل يعني حضرتك عايش زي ما بيقولوا يعني في مائة البطيخ ماهو انت النهاردة ربنا بيفسر فكرة الرحمة بالعمل على فكرة ورحمتي واسعة كل شيء بس المين فسأكتبها لمين للذين يتقون ماهو انت النهاردة اقعد لي في كبريهات وبتشرب الخمرة وي 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 واغتقول لي صار ربنا غفور رحيم ما تبقاش متشدد يا ابن الحلال انت الشيطان بلعب بك الكرة انت كده رايح في دهية انا عايز اقولك ان انت كده مصير الجهنم لو ما تبتش ورجعت واعتقات لازم التوبة لازم التوبة لازم التوبة فسأكتبها للذين هتقون ماهو ربنا مش انت مؤمن بالقرآن طب يقرأ الآية كملها عارف حضرتك من فساد الامور عند الناس سببه ايه دوما لما بنجي نفسر القرآن بنقول القرآن يفسر بما سبق وبما لاحق وبالسياق السابق ايه واللاحق ايه والسياق ايه نفس الشخص اللي بيعتقد ان رحمتي واسعت كل شيء وبيقف نفس الانسان فويله للمصلين ويقف لا فويله للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهول اللي بيلعب وسايب الصلاة مش المصلين الملتزمون نفس القصة فسأكتبها للذين يتقون ورحمتي واسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون